إيهاب السبع إمام خطيب في سوسة منذ خمس سنوات وطالب حقوق ولي شهادة قبل ذلك في مجال التجارة الدولية قبل الحقوق اللي هي دراسة ثانية ولتجربة في الكتابة أيضا لدي كتاب بعنوان ولن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم في 165 صفحة يتحدث عن التعصب والاختلاف وكيف أن المتعصب وإنسان لن يرضى عنك حتى تتبع الملة متاعه سننطلق بداية من قولة حكيمة للإمام علي اللي هو رجل معروف بالحكمة كيف يقول لك أن هذا القرآن لا يتكلم وإنما يتكلم به الرجال وقال لك أن هذا القرآن هو حمال أوجه يعني هذه قصة في مواجهة الخوارج اللي هما كانوا يحبوا بالسيف في قول القرآن ما لم يقل إذن هذا القرآن هو شيء لا ينطق ونحن لا نتوجه إليه فيخبرنا ويخبرنا بما يجب علينا أن نقوم به نحن نقرأه وبتلك القراءة نفهم ما نقوم به وما لا نقوم به إذن إذا كان عقل الإنسان عقلا متحررا متفتحا يقبل الآخر ويقبل الاختلاف ويتجنب التعصب أكيد عندما يقرأ القرآن سيقرأه بطريقة سلسة متعصبة تقبل الآخر وتقدس الاختلاف لكن إذا تربى في بيئة ربما متعصبة في أب ديكتاتوري يعني مسيطر على العائلة في دولة ديكتاتورية وهذا التشنج عندما يقرأ القرآن سيتحول به إلى الإرهاب وإلى التطرف وسيجد ظالته وخاصة أن نحن الدين الإسلامي تعرف اللي عنا التضخم في التشريع وفي النصوص بدرجة أن الإسلام تحب ترده إرهابي تنجم ترده إرهابي بالنصوص وتحب ترده دين يدعو إلى الحياة ويدعو إلى احترام الآخر نجم ترده زادة بتلك النصوص إذن المسألة مرتبطة في الشخص وتكوين الشخص إذا كان شخصا يقبل الآخر سيقرأ القرآن بطريقة متفتحة إذا كان إنسان متعصب متشنش سيقرأ القرآن ويخرج منه الإرهاب والتطرف نرى بعض الأطراف تقبل وقابل بمدنية الدولة وبترك الدين في شأنه في دور العبادة والحياة هي بين مواطنين وبين فقط العلول للقانون والمواطنة وأكيد فما السثناءات أن الناس لا تقبل هذا الاختلاف وما زالت متجمدة وتتحدث على المسلم يجب عليه أن يكون مميزا على بقية الأديان وحتى يعني المسلمة الاعتقاد السني وليس حتى في وسط السنة يعني يشوفوا يعني الإسلام متفرق إلى عشرين ألف فرقة وكل فرقة تدعي امتلاك الحقيقة فهناك تضارب وهناك مواجهة وهذه سنة الحياة نديمة يعني المواجهة ما بين الأفكار وأكيد أنا شخصيا يعني كطالب حقوق يعني أقدس حرية الضمير وأحترم الاختلاف وحتى عندي تحفظات على الدستور اللي يعني في بعض الأحيان تناقضة يعني أنا أؤمن أنه مثلا في حرية الضمير ليس هناك مانع في اعتناق الإنساني أي شيء أراده وحتى يعني في حكم الردة مثلا عندما نرجع إلى الإسلام حكم الردة مرتبط بخيانة سياسية حكم الردة قاتل الخارج عن الدين ليس لأنه خرج عن الدين ولكن لأنه ارتكب خيانة سياسية ولكن إذا شاء الإنسان أن يخرج عن الدين فالآية واضحة تقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وبعد ذلك تقول إن أعتدنا للظالمين نارا الله هو الذي أعد للظالمين نارا يعني يا إنسان لست أنت الذي ستحاسب الآخر الله حتى إن اختار الكفر ليس أنت ستحاسبه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا لله هو الذي أعد للظالمين نارا وهو الذي سيحاسبهم أما أنت إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ومسألة مثلا مسألة الجهاد أنه برشة ناس تقول لك الإسلام متناقف من شيرة يدعو إلى الاختلاف وقبول ومن شيرة يدعو إلى القتل الجهاد يعني أخي هو في كلمة هو ما نسميه اليوم أو وزارة الدفاع أو وزارة الخارجية في تلك الفترة الجهاد ما هو؟ هو الجيش الذي تمتلكه كل دولة حتى أعظم الدول التي تدعي الديمقراطية تجد عندها جيشا تحمي من خلاله حدودها وتحمي كيانها وتحمي دولتها تلك هي مفهوم ومبدأ الجهاد في الإسلام ليس قتل الآخر المختلف ولكن قتل ربما المحارب الذي يأتي ويحاربك وربما يوقع البلبلات في المجتمع فذلك الذي نستعمل معه الجهاد وهذه قراءة التي أؤمن بها أشتر سلفية الجهادية كل سلفية الجهادية في سوسة لا تصلي خلفي مثلا تعتبرني كافرا وفي يوم ما أعطودي علي بالعنف نعم من قبل شخص اليوم متهم بالأعدام ثم في طول الاستئنافي أخذ مدى الحياة نعم معتدى علي بالعنف في 2014 يعني سبب غياب الوعي وغياب ثقافة الاختلاف هذا هو السبب لازم نكرس فكرة المواطنة وفكرة الاختلاف وفكرة الإنسانية نحن أناس لما هذا التمايز على الآخر خاصة في النطاق الإقليمي وفي النطاق الوطني نحن كلنا تونسيون لا فضل على آخر إلا للأفضل وليس للأقوى كلنا سواسية وكلنا العرب جاء واليهود أيضا في جربا نحتز بهم إخواتنا اليهود مثال جربا يعني يعيشوا في اليهود والمسلمين منذ أمد بعيد ويعيشوا خيان ولكم دينكم ولي ديني هكذا ولكن في الشأن الإداري وفي الشأن نحن كلنا تونسيون مواطنون تونسيون حدثتك عن الكتاب الذي أصدرته يعني في تجربة والآن يعني إن شاء الله بصدد إصدار كتاب آخر يتحدث عن حياد المساجد هو العمل ختم الدروس خدمته على مسألة حياد المساجد في القانون نحن عنا الفصل الذي يتحدث عن حرية الضمير يقول لك الدولة راعية للدين كافلة لحرية الضمير والمعتقد وممارسة الشعائر دينية ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي أنا خدمت على ذلك الموضوع وقعد نزيد في إضافات أنا أؤمن بفكرة فصل الدين عن السياسة والمسألة السياسية يجب أن يكون الخصام فيها يعني على مشروعك السياسي وعلى مشروعك الاقتصادي لا تحدثني أنت مسلم أو أنت غير مسلم هذا كله استغلال الدين أنا أؤمن بهذه الفكرة إذن إن شاء الله كتابي الجديد يعني بشيكون في هذا الموضوع وأيضا يعني من خلال خطب الجمعة نحن يعني نحاول نوعي الناس للجامعة اللي نخطف فيه يعني يجيو فيه يعني الكثير مئات من المئات يعني من الناس نحاولوا ديما نوصلوا خطاب راقي خطاب بناء ما ننقعدوش نحكيه في حكاية فارة نحكي لهم على كيفاش المواطنة نحكي لهم على الاختلاف والتعصب الإسلام نحكي لهم على النظافة كيفاش الإسلام يدعو إلى النظافة نحكي لهم على العدل نحكي لهم على إلى غير ذلك نحاولوا يعني ماك تعرف خطر الإمام الخطيب نحن في ثقافتنا مسموع يعني إمام خطيبه عند عامة الناس إنسان يعني مقدس وإنسان مبجل وإنسان يعني يسمع له إذن يعني الحمد لله يعني ما كان حتى لنا ربي نحاوله يعني نخدمه بها يعني لصالح التونسيين ولصالح كل البشر خاصة يعني عنا وزارة شؤون الدينية هي المشرفة على المساجد واحد وبعد الثورة تم افتكاك أكثر من نصف المساجد في تونس من قبل وجات يعني حملة تحييد المساجد واسترجاعها من هذه الجهات وديما يعني وزارة شؤون الدينية يعني حصارمة في هذا الموضوع يعني إنسان مشي تعين إمام خطيب لازم يعني تتسأل عليه وتشوف خطاب وتشوف النبرة متاعه وتشوف كذا بشتعطي القرار متاعه ومش سهل يعني مبدئيا أنه للأئمة الخطابة تول كل يعني 80% فهم لا يحملون بذرات التطرف ويلقونا يعني خطابا معتدلا متوازنا الإنسان دوما في تطور يعني أهنا تونس هيح هي مثال في العالم العربي يعني وقبلها كانت لبنان وتولد تونس يعني وحتى المغرب زادة نحن اللي نعرفوه أنه مثلا اللي نقرأ هاني في الحقوق أنه ثلاث دول وحيدة في العالم العربي اللي لا يحكموا فيها العسكر هي المغرب وتونس ولبنان وتونس يعني بعد الثورة كانت كان لها الريادة وفهمة يعني ثورات فكرية وما زلنا فيه في تطور ما زلنا نحاوله يعني نحسنه وباقي الإنسان دي ما يطمح المخير والمخير حتى لين يعني نتقدمه بالوطن اللي لا يحكموا بالوطن